بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معا riveted joints وبنتكلم على rivet material أو الخامات أو المaterial التي يصنع منها مصمار البرشام في السابق وإحنا بنوصف عملية البرشام قلنا أن فيه طرقات ومن ثم تشكل للرأس الأخرى لمصمار البرشام فبالتالي بنقول the material of the rivet must be tough and ductile طيب إحنا نقشنا قبل كده في الانجينيريينج ماتينيالز في شابتر سابق في البداية نقشنا لخواص الميكانيكية وتكلمنا على toughness والductility التوفنس هنا بتتيح للمادة أو هي قابلية خاصية موجودة في المادة بتمكنها من تحمل الصدمات أو الطرقات ذي الهمر بلوز اللي هي ممكن أنها تكون أحد التطبيقات عندنا هنا يبقى خاصية مقاومة الصدمات بالإضافة إلى ductility اللي هي خاصية التشكل يبقى الماتيريال لابد أنها تكون ductile و tough في نفس الوقت بحيث أنها تقاوم الصدمات أو الطرقات وتكون قابلة لعملية التشكل they are usually made of steel اللي بيتوفر فيه الخاصيتين دول ايه؟ الsteel of low carbon low carbon steel أو النيكل steel بيتوفر فيه من خاصيتين دول بالإضافة إلى البرس اللي هو النحاس الأصفر والألومينيوم والكبر أو النحاس يبقى هنا ممكن أنا أستخدم اللو كربون steel أو الصلب منخفض الكربون أو النيكل steel صلب النيكل أو النحاس أو الألومينيوم أو الكبر دول النحاس الأصفر ده when strength and fluid tight joint is the main consideration then the steel rivets are used لما يكون عندي محتاج ربط محكم fluid tight joints وصلات بمحكمة أو وصلات strength بتاعها أو المتانة بتاعتها كبيرة أو المخاومة بتاعتها كبيرة تاخد الأشكال المختلفة اللي قدامنا دي ولها التيبرز طبعا بتوضح بتاعتها عندنا أيضا نفس الحكاية بتاخد أشكال عدة والرأس هنا بيختلف على حسب الاستخدام وعلى حسب التطبيق وأخيراً وأخيراً عندنا الريفت هيد اللي بنستخدمها في البيلر وارك أعمال البيلر أو الغليات ودي بتتراوح من 12 مليمتر إلى 48 مليمتر وبتاخد أشكال مختلفة طبعاً باختلاف التطبيقات الميزة هنا في الإنتاج النمطي أو الإنتاج الستاندر إنه هو بيخفض من عملية التكلفة وبيتيح من الـ يعني الحاجة بتبقى متاحة وبأشكال عدة نكتفي بهذا الغدر ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله